السلام عليكم فضل يا ستة اهلا لو سمحت يا عم الشيخان عندي سؤالات فضل لي السؤال الاول جوزي بخيل اوي اوي وبي دايما يقول لنا مش مسمحلك لا في الفلوس ولا في قتل ولا اي حاجة هو مسلول على الحاجات دي تاني من الاول بقول لك جوزي بخيل بخيل ايوة وبعدين بيقول لنا مش مسمحلك في القتل ولا الهدوم دايما لما عزب اطلب منه حاجة لازم بيبقى فيه مشكلة وبعد يضربني وكده اه مثل طيب وفي السؤال التاني جت في مشكلة واما قال لي انت تحرم علي زي امي واختي اه اعمل اي بقى يا عم الشيخ طيب اه زوجك بخيل طيب بخيل هو بخيل بتعميل ايه انت بقى هو فيه فيه كتير من الازواج اه فيهم صفات البخل وانا بقول ان البخيل ذا اكرم واحد على اولاده ازوجته لانه بيحوش وبيحوش وبيحوش وبعدين بيتركوا لهم جميعا وهم يرثونه دائما فلا ينبغي اطلقا لانه افضل الدراهي مدرهم انفقته على اهلك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او خير الدراهي مدرهم انفقته على اهله فلا ينبغى ان نبخل على اولادنا وازواجنا وانما نقدم لهم ما نستطيع حتى يعيش دائما في سعادة وفي سرور وفي حب لابيهم لانهم اذا بخلت عليهم سيتمنون دائما موتك لانك بخيل ولانك لا تعطيهم ما يرجون وما يأملون وما يتمنون ان شاء الله اليمين تحرم علي زي ام واخته هذا ظهار وبالتالي عليه ان يطعم ستين مسكينا او يصوم شهرين متتابعين هو الصيام اولا فاذا لم يستطع ان يصوم شهرين متتابعين عليه ان يطعم ستين مسكينا ان شاء الله قبل ان يعاشرك بإذن الله